طيب هنروح لموضوع هنتكلم فيه براحتنا هنتكلم فيه شوية معلش فيه امور لازم توضح مصطفى عسل لعبنا للسكواش مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي في السكواش كان نضفنا من حلقتين راح بطولة امريكا المفتوحة فاز بيها كأصغر لاعب مصطفى عسل بالمناسبة دي صورته عنده عشرين سنة مصطفى عسل راح بطولة امريكا المفتوحة فاز بيها قبلها بشهور قليلة فاز بلد عظماء التمانية كأصغر لاعب يعني مشروع نجم جيد جدا ولكن نجم بالارقام ما شاء الله ربنا حمينه الاصابة طالع بسرعة الساروخ مصطفى ان شاء الله الشهر جاهبت هيبقى الرانج بتاعه الرابع او الخامس ودي حاجة كويسة جدا انا دخلته بصي طيب ايه ايه طيب ما كل ده احنا عارفينه ايه الجديد الجديد ان مصطفى كان بيلعب زي ما قلت لحضراتكم بطولة قطر الدولية بطولة قطر الدولية كان بتلعب من يومين وقابليها كان بيلعب بطولة امريكا مصطفى عسل بقاله يمكن اربع بطولات متتالية بيقع في الدروء او في القرعة ضد نجم مصر برضو طريق مؤمن طريق مؤمن من احد طبعا النجوم الكبار في الاسكواش بلا شك لاعب نادي الجزيرة ولكن انا هقول لكم بعد المباراة الاخيرة طبعا الاربع مباراة الاخيرة مصطفى عسل فاز فيهم على طريق مؤمن الاربع مباراة الوراء بعد يعني على ما تذكر فاز عليه في بطولة قطر بطولة امريكا المفتوحة فاز عليه البطولة العظماء يعني قبله في كذا بطولة فاز عليه فطبعا طريق مؤمن لاعب عنده تقريبا 33-34 سنة مصطفى عسل 20 سنة فتقريبا يمكن الموضوع يعني بيبقى قاسي شوي ان انت بتخسر من لاعب فرق بينك من 14 سنة واضح ان الموضوع كان قاسي على طريق شوي طب بتقول لي ليه كان قاسي انا اقول لكم عسل بعد المباراة بتيجي دايما في السكواش كده بالذات في قبل النهاية او دور التمانية بيجي يعمل معك انترفيو لقاء جوه الملعب او بره الملعب لازم تدلي بتصريح طيب هقول لكم التصريح بالانجليز وقال لكم ترجمته عشان تقولوا ده اللي قاله مصطفى عسل والكلام ده اللي مكتوب على البي اس اي على موقع البي اس اي موقع بروفيشنال سكواش اسوسياشن بطولة المحترفين لسكواش ده الموقع الرسمي وهتطلع الصورة قدام حضراتكم كاتب يقول ايه مصطفى عسل يعني انت لو حاسس باي حاجة غلط معك هما بيقولوا عسل قال ان انت لو حاسس باي حاجة مشكلة اصابة او اي حاجة غلط لازم تريتاير ريتاير هنا مش معناها تعتزل يا جماعة ريتاير هنا مش معناها اعتزال معناها انسحب الترجمة غلط الكلمة في السياق ريتاير لو لوحدها يبقى اعتزال صح ولكن لما تيجي في السياق الجملة كده يبقى معناها تنسحب هو مصطفى عسل ماله ومال طري مؤمن ينسحب ولا لأ هو بيقول يا جماعة او يعتزل ولا هو بيقول انه على الموقف اللي حصل في المباراة وهقول لكم الموقف فهجيب لكم الفيديو كل كلامنا موفق مش كلام مرسل طيب مصطفى عسل ايه قال هو بيقول يعني ان ده مطش كان تريكي جدا ومطش يعني 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 مطش حلو انا سعيد ان انا عديته وبيقول عن طري مؤمن بيقول يعني اتمنى له ان يخف بسرعة قالها كان لو انت حسس بحاجة لو انصحك خايف عليه الراجل بيقول انا يا جماعة خايف عليه مالش حاجة غلا يعني الكلام ده مفيش في حاجة غلا طيب نبص بقى قبل ما نروح للفيديو نبص نشوف طري مؤمن نزل على صفحته ذات العلامة الزرقاء صفحته الرسمية نزل قال ايه وبعد شوي شالها وبعد شوي شال قال ايه بقى طري مؤمن قال انا الحقيقة ما شفتش كده وعامل علامتين استفهم ده بيرد على الكلام اللي قاله مصطفى عسل اللي هو اي حد شايفه مش احنا شايف ان ده ما فيوش غلط اه طيب طيب هقول دلوقتي قال ايه قال التويتر بتاعت طري مؤمن قال ايه انا الحقيقة ما شفتش كده يعني هو اللي معورني وعلى فكرة الكلام واضح انه مكتوب بسرعة و يعني مكتوب بسرعة ومكتوب فيه غلطات املائية واضح ان كان فيه زي ما تقول يعني طريقها كدبه كان متوتر متانشن متانشن يعني يعني كان مفوودي هتقالنا شوية يفهم اذا كان هو اصده صحة ولا غلط يعني هو الراجل ما قالش حاجة مصطفى عسل يعني هو اللي معورني وتسبب اني معرفتش اكمل المطش ايدل وبعد ما انسحب كملت المطش وخرجت لا كتبت اني مصاب ولا علقت على المطش اصلا في اي حتة ولا حطيت صور لرجلي المتبهدلة زي ما هو بيعمل كل مطش بيخسره في الاخر طلع يكتب كده طب كويس وكاتب ايه بقى كل الكلام ده ماشي كاتب بقى ايه الحتة بقى اللي جاية دي في منتهى الخطورة كاتب يقول بس هو لعيف فعلا مش عليه محدش علمه الصحي من الغلط كده بقى يعني زي ما بيقوله في لغة البوكس الضرب بتاحت الحزام يعني 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 انا عرف الاسكواش بتبقى يعني لعبة الايه الرقي بس هو العب فعلا مش عليه محدش علمه الصح من الغلط او بمعنى صح هم اللي علموه هم اللي علموه هم اللي علموه هم علموه بس الغلط في البيت ودي النتيجة طبعا مرفوض رفدا تاما ان انا كلاعب اتكلم على بيت لعب زميلي او اتكلم على نشقة لعب زميلي او اسرة لعب زميلي الكلام ده مرفوض وطارق مؤمن جانبه الصواب فيما كاتبه انا جبتلكم اللي قاله مصطفى عسل واللي قاله بالزبط طارق مؤمن وطارق مؤمن شالت تويتا بعد كده شالها بعد ما هدي وقارف ان كان فيها شوية تجاهل يعني انا معرفش بس هو شالت طيب هقول لكم على حاجة طيب قبل كده هتقولي ده يمكن تنشانت ملعب لا مش تنشانت ملعب الموضوع الهيستوري كمان بعد بطولة العظماء بعد بطولة العظماء للأسف برضو طارق مؤمن كتب تويتا وقال يعني قال كلام برضو عن ثانية واحدة اجيبه لكم عن برضو مصطفى عسل انا بجيب بالدليل قال ايه هنطلعوا على الشاشة لحضراتكم احنا مش هجيب كلام كتير بس اقول اللي كتب قال ايه في اليوم اللي احس ان انا ده مين اللي كتب الكلام ده اللي كاتب ده طارق مؤمن بيقول في اليوم اللي احس ان انا اسمي اقترن باسم مصطفى عسل في اي حاجة في اي مكان غير القرق في الوقت اللي انا هنسحب في فورا and ask to be stripped of any titles i have achieved وهقف عند اللي انا حققته من انجازات يعني هل ده كلام يصح يتقال يعني مصطفى عسل اللي معرفش مصطفى مصطفى على خلق والانسان لعب مع كل لعب مع الشرباجي وفي الحلقة اللي فاتت الشرباجي نجمه وقسطورة هو نفسه قال وكسب الشرباجي والشرباجي كسبه وقال انه مثل اعلى الشرباجي انا اللي عرف لو حد بتعلم الغلط زي ما زي ما كتب وتقال لا يبقى بيغلط مع كل فالحقيقة واضح ان فيه ترصد ترصد من طارق مؤمن مع مصطفى عسل انا مش هكلمكم ونهيكم عن اللي بيحصل على السوشيال ميديا بقلو يمني انا عايزة يوريكم الفيديو الاول قبل ما نروح معلش يا جماعة شغلوا لي الفيديو اللي فات الفيديو اللي هو كان في بطولة قطر شغلوه عايزه هو فيديو قصير بس شغلهولي وعايزه يتعاد اكتر من مرة بعد اذن حضرتكم هنشغلوكم الفيديو اللعبة اللي حصلت عليها الازمة دي كلها اهي يا جماعة راجع مصطفى عسل بردارو لا قدهولي اكتبوا السبق مين اللي مشانكل مين مين اللي شايف مين ومين اللي مش شايف مين بصوا بصوا مين اللي جاب رجلي مين من وراء انا بس يمكن الفيديو طريق مؤمن بيعتمد ان احنا ما شفناش الفيديو او مصر مش هتشوف لا كل الميديا عليها كل حاجة بصوا يعني هو راجع على تي على فكرة في سكواش انت بتلعب وبترجع على تي تي ليه حرف تي اللي في نص الملعب ليه بترجع على تي عشان تبقى في الميدل بتاع الملعب اي كرة تقدر تبقى قريب منها تبقى على بنقطة واحدة من كل الملعب رجع اقول يعني الحمد لله ان مصطفى عسل مجاليو الصليبي طيب خرج من المطش ده انا اقول لكم خرج من المطش ده طريق مؤمن انا انا تعبان الحكم اداله 25 دي بعد اللعبة دي اداله 25 دي يتعالج دكتورة البطولة مفيش حاجة يلعب دكتورة البطولة مفيش حاجة يلعب نزل اللعب على فكرة الكرة دي كان المطش 2-0 2-0 وده في التالت حصل ايه بقى كان مصطفى عسل كان كسبان 10-3 ايه 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 وصل 10-10 نزل طريق مؤمن كسب المباراة كسب الشوت 14-12 بعد الاصابة طب لو طريق مؤمن في حاجة جامدة كان هيكسب ازاي شوت مقزم زي ده هيكسبه ازاي ولعب الشوت اللي بعد كده خسر 11-3 كمل فمصطفى عسل بيقول له انت يعني لو كنت حاسس ان انت يعني مش سليم انسحب اقول لا كفاية مش هدر عمل ايه كتفه تخبط انسحب ماكملش المباراة طب هوريكم فيديو تاني بقى ودي المفاجأة الفيديو التاني اهو دي كان في بطولة امريكا المفتوحة بصوا يا جماعة اه 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 ده قبل بقى ده الفيديو بقى قبل الاولاني ده كان في بطولة امريكا المفتوحة من حوالي اسبوعين لما كان مصطفى عسل خده بصوا يا جماعة تاني عدولي كده هشوفه فقط لما تعدوش هو هيجي في القاعد بصوا طارق مؤمن شال مصطفى عسل ازاي يعني هو عشان ياخد ليد بول او كرة معادة يكفي انه يقول ليد بول قسك في الليد بوس 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 خده كمل 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 اخبطه في الازاز ده بيتعامل فين انا بقى مانة بتفرج على سكواش انا بنتي بتلعب سكواش فبتفرج على سكواش عطول بوس بوس كمل 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 وققع على كتف اليمين اللي بيجعه طيب الكلام ده مصطفى عسل تكلم عليه قال حاجة ما قالش الرجل فتحش بقه ما فتحش بقه مصطفى عسل بص 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 خلاص ما انت قول ليد بول بس قول ليد بول الحاجة ما يديك ليد بول يعني يعني كرة معادة ان اللاعب كان في طريقة كنت راح تجيب الكرة اللاعب المنافس هل هي محتاجة كل ده حتى هو بيرفع المضرب هو بيعتذر بيرفع المضرب يعني يعني ايه يا جماعة وفي ايه لا احنا 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 في النادي الاهلي عمرنا وعمر ما هنشوف حاجة مش مظبوطة وانقولها والنادي الاهلي يعني انا فكركم بموقف زمان بتاع ايمان رشدي تاني تاني هنقوله تالت وربع وخمس ايمان رشدي تجاوز ايمان رشدي تجاوز ايمان رشدي شطب فيعني ما ينفعش زائد الحملة الممنهجة اللي بتتعامل ضد مصطفى عسل عالفيسبوك احنا شايفنا وعارفين كويس او مين اللي بيكتب ومين اللي بيعمل والكلام ده كله